والله طبعا مسعيد طبعا شركة لسه جديدة يعني طبعا في السوق بقالها تقريبا حوالي ما يقرب من ست شهور طبعا تأثير الخبر ان MSCI صرح بان مسعيد مدرجة او هتدرج في اسهم الاسواق النشأة وتاني يوم كان فيه تجديب للخبر ولكن طبعا هو محقق يعني انا شايف ان محقق ارباح الفترة اللي فاتت خصوصا ان سهم مدرج لسه في البرصة جديد ولكن لسه العمر بتاعه التاريخي لا يؤهله طبعا ان احنا نشوف اي تحاليل فنية بالنسبة للسهم ولكن اداءه في الفترة الماضية اعتقد انه كان المرحلة اللي هو وقف عليها السهم كانت بالنسبة للمهو عليه طبعا ما كانتش بطالة ولكن الخبر اللي نزل من MSCI طبعا عملية من عمليات المضربات كانت بشكل واضح عليه وقت نزول الخبر ان هو دخول النقطة يعني دخوله المؤشر وانا شايف ان يعني اتبقى طبعا له تأثير عليه ان هو ممكن طبعا هيحصل عليه عمليات بيع طبعا اكيد هنشوفها ولكن الشركة طبعا الشركة مسعيد طبعا شركة قوية ولكن هما طبعا الخبر لكن يشهد السهم عمليات بيع يعني هو الاكثر خسار اليوم عليه نشاط باكتر من مليون سهم طب لمتى خلال جلسة اليوم باعتقادك سيستمر السوق بالتعاطي مع هذا الخبر بسلبية تجاه السهم هو طبعا هنشوف طبعا عمليات بيع قوية جدا على السهم لان طبعا الخبر اللي طلع عليه اهل مستثمرين كتير ان هو يدخل في التوقيت ده بالسعر اللي كان فيه القناص السعرية تحديدا لسهم مسعيد فطبعا الدخل عليه مشتري بقوة ولكن طبعا الخبر رجع طبعا على المستثمر بالسلبية ولكن هو ما عندوش طبعا نقطة الاحتفاظ تركيزا اول لارتكاس في الفترة دي ان هو يحتفظ بالسهم لفترة ولكن طبعا هيتم عليه بيع لان اكتر من الجلسة احنا شفنا ان السهم مسعيد واقف في منطقة ما كانش بيتحرك يعني تنقطة التحرك بتاعته كانت بطيئة جدا ولكن الخبر كان محفز جدا للمستثمرين او عمليات المضربات اللي كانت الجلسات اللي فاتت شفناها عليه طبعا بالمقابل انه في عندنا خبر اخر يعني يقابل هذا الخبر واداء مختلف لمزايا قطر الشركة بتحقق عندنا ارباح نعم قياسية ويأتي استهم ايضا على رأس الاسهم الاكثر الربحية وايضا على نشاط باعتقادك ممكن نشاط القطاع العقار اليوم باخبار الايجابية سيطغى على النشاط المعاكس الممارس على مسعيد انا شايف طبعا ان مزايا طبعا ارباح كويسة جدا يعني هو عنده تقريبا الفترة دي اربعة وخمسين مليون مقارنة بالفترة طبعا كانت عشر مليون ريال كاتري فاصل خمسة وثلاثين وكمان العقل على السهم حوالي خمسمية المية يعني حوالي نص درهم فاصل تسعة واربعين يعني بنتكلم في ما يقرب من خمسة وخمسين درهم مقابل الفترة بعشر درهم يعني حوالي خمسمية المية في الفترة دي خصوصا ان ارباح التشغيلية بتاعته كمان عالية جدا مقارنة بالفترة يعني ستة وسبعين مليون مقابل حوالي خمستاشر مليون وثلاثمية فطبعا عنده معدل نمو عالي جدا عنده طبعا معدل ارباح كويس جدا فطبعا لا مقاهل طبعا النهاردة انه هو طبعا وخلال الفترات السابقة احنا شوفنا طبعا كان معدلاته بالنسبة للتداول بيطلع بخمسة في المية وستة في المية في خلال الجلسة الواحدة فانا شايف ان طبعا بالنسبة للمزايا طبعا النهاردة هيكون يعني معدلات التداول عنده هتكون سريعة النهاردة هيكون طبعا مخصوصا ان فيه مستثمر بدأ من فترة يحتل قنوات سعرية في السهم ده من ادنى مستويات يعني كان المستويات متخفضة ولكن في خلال اكتر من حوالي عشر جلسات شوفنا طفرة كبيرة جدا في سهم مزايا ولكن معدلات النمو عنده من الواضح ان هي عالية جدا نعم وأشكرك